التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نايب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعه الله بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد دالن هيانة نايب رئيس الدولة نايب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رياسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتومة ولي عهد دبي عددا من أصحاب الجلالة والفخامة ملوك وروساء الدول الشقيقة والصديقة وروساء المنظمات والهيات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ كوب 28 وذلك على هامش الاستقبال الرسمي للفود الذي جرى اليوم الجمعة في مدينة إكسبو دبي فقد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دا المكتوم في ساحة الوصل كلا على حدة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد دال ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودولة نارين درامودي رئيس وزراء جمهورية الهند ودولة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية كما التقى سموه كريستينا جورييفا المدير العام لصندوق النقد الدولية إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر اللهم عالميا في مجال العمل المناخي وعرب صاحب السمو نايب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ودبير عه الله عن بالغ ترحيب بجميع ضيوف دولة الإمارات المشاركين في المؤتمر العالمية الذي تصدفه الدولة وأكد سمو حرص الإمارات على القيام بدور مؤثر في الدفع العمل المشترك قدما على الصعيدين الإقليمي والدولية من أجل التوصل إلى تصورات وأطر عمل واضحة يمكن من خلالها تحقيق الهداف الاستراتيجية المنشودة في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة وإجاد حلول تسهم بفعالية في تخفيف تأثيرات التغير المناخية حضر لقاءات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتومة النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتومة النائب الثاني لحاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيانة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد دالنهيانة وزير الخارجية وعدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين